اشتركوا في القناة ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلام الأحمر حلقة جديدة نقف عليها لقراءة أهم تطورات والتحولات التي تحدث في هذا العالم بصورة دراماتيكية وبصورة تحولية كبيرة والتي تنصب مؤخرا حول الصراع الكبير أو الصراع الأممي والصراع الكوى الكبرى في ما يسمى بالأزمة الأوكرانية والحرب الأوكرانية والتي تمر أو مرت مؤخرا بمنعطفات كبيرة وجدرية تهدد السلم والأمن العالميين وأيضا تؤثر على كافة الملفات السياسية التي في المنطقة الحلقة الأخيرة ناكشنا فيها التحولات ما بين طبول المفاوضات والحرب وتحدثنا بأن هناك تحولات كبيرة ستأتي في الدكرة الأولى للحرب الأوكرانية وكان هناك صراع كبير كما شاهدنا في الأسبوع المنصر بين كل من خطاب بوتين وزيارة بايدن وكان هناك الكثير من الناوشات التي حولت أو أوجدت عنوين جديدة للأزمة الأوكرانية في ظل واقع جامد يعني لا يجد هناك تحولات كبيرة هناك نوايا للتحولات كبيرة هناك الغرب يبحث عن حلول عن مواجهات للصدام بأسلوب آمن روسيا تسد الخطوات بتحركات استراتيجية مسبكة هناك نوع من التصعيد الغير مسؤول من الأطراف الغربية وأيضا نوع من التحدي أيضا من قبل روسيا وهناك أيضا محاولة تجادب بين الطرفين حول الصين وهناك إذن الصين تقدمت بمشروع أو فرصة سلام أخيرة بين الطرفين وحتى ندخل إلى حيثية هذه الحلقة يجب أن نتحدث بأن الحرب الأوكرانية في الميدان العسكري في ظلم كل ما قرأناه في الحلقة الماضية تمر بإنهيار كبير جدا للجيش الأوكراني في ظل تقدم واسع وكاسح للجيش الروسي وبأنه في ظل المعطيات الراهنة وحتى هذه اللحظة وبعد تحديلنا خلال الشهر الماضي كلها الاستراتيجيات ومدى جدوى الدعم العسكري الغربي في ظل المعطيات العسكرية والموازين العسكرية سواء مكمية أو نوعية أو في ظل تكنوليجية السلاح التي انفلكها الروس فالغرب لا يمتلك في الواقع أوراق فعلية من الأزمة الأوكرانية اللي يكاف انتصار الروس أو لتحقيق هزيمة بالروس ويبدو بأن الأمور أخذت منحة تصاعدي وهناك عنوين كبيرة وتبكى من فبراير هذا الأيام القليلة وشهر مارس سيكون هو الأسابيع الحاسمة بالفعل في هذه المعركة على أرض الميدان والتي ارتهن فيها الأطراف المتكاتلة والأكتاب المتصارعة في أوكرانيا على السلاح طيلة الأربعة الأشهر الأخيرة التي كنا فيها نولي في تحليلنا للمشهد السياسي الأوكراني أولوية التحليل العسكري بحكم الإرادات ظلت مرهونة باستراتيجية الحرب بالوكالة ومرهونة باستراتيجية الهوامش الحركة التي اختارها كل فريق للآخر في ظل توازن استراتيجي من الصعب الحيث عنه لكن الوضع هذا أثار حفيظة طبعا هذا الصراع صراع كبير صراع تاريخي ليس صراع أممي ليس صراع سياسي بين الدول صراع أممي بين الأمم أو بين التجمعات البشرية التي تأتي بالتاريخ معين من الصراعات العيدلوجية والطويلة في السيطرة على هذا العالم هناك البشرية تعيش تقريبا منذ أكثر من 600 عام تحت الهيمانة الغربية هلمية الغرب المفهوم الحالي وهناك أيضا منذ حوالي ثلاثة قرون أيضا غطرسة أنجلوسسكونية خاضت فيها قمة هذا الغرب السيطرة والهيمانة والغطرسة على العالم من خلال بريطانيا العظمى أو من خلال الولايات الأمريكية وكانت جملة التحولات ولا يسمعك بالحرب الباردة والصراع الأيدلوجي بين الاتحاد السوفيتي ومن روسيا تحمل طياتها وكانت أوكرانيا أحد الميادين الأساسية التي يتواجه فيها التوازنات العائدة ما بعد هذه الحرب الباردة وكانت أوكرانيا بالفعل هي المحطة أو الميدان ليس لزلينسكي ولا الحكومة الأوكرانية ولا للدولة الأوكرانية في هذا الصراع أي يد سوى إدارة الميدان أو أي إرادة بمعنى أصح في هذا الواقع وبالتالي نجد بأن الحسم والتقدم الروسي أمل على الغرب في ظل تهديد الهيمنة التاريخية ربما أصدق كل ما قالها بوتين في خطابه الكبير الذي قاله في الذكرى الأولى لهذه الحرب والذين اعتدر عن عدم تقديده بسبب أسباب خاصة لم تسعفنا في تقديم تحليل كامل لهذا الخطاب لكن هو من أخطر الكلام الذي قاله في الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية والرئيس الروسي بوتين عندما يتحدث فهو يتحدث استراتيجيا لا يجادل أي مقارنات للخطابات بين بايدن خطابات بايدن الالتفافية أو خطابات بوتين ذات البعدة الاستراتيجية والتحديد المبطن تبقى أساسية لكن أهم ما قاله في هذا السياق هو أننا نمر بلحظة تحول تاريخية حرقة وهذا هو المصطلح وهذا هو الدلالة التي نتحدث فيها لكن التقدم الكاسح أو التحولات أو الاحترازات الكبيرة جدا للروس في المعركة عملت على استثارة الولايات التحدة الأمريكية واستثارة عندما وجدوا بأن هناك تحديات فعلا لانتهاء هذا النفوذ هناك توازنات ذكرناها أو تحولات كبيرة جدا من طي هذه المعركة أثرت على كثير من التوازنات بالدرجة كبيرة وكان خطاب بوتين أيضا يحمل كثير من التهديدات الفعلية التي استبقت كثير جدا من الخطوات التي بدأ الغرب بكيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحركت منفردة في الفترة الأخيرة في سبيل استنهاض الغرب أو إيجاد أوراق معينة كان يتحدث أيضا عن قرارات كأيكافة فاقية ستارت ثلاثة التي تعني الكثير جدا في ظل التوازنات الحقيقية أو في ظل هيمنات الغرب الأحداث أثبتت في الأسبوع الأخير بأن كل مرجعيتنا في تحليل السياسة والحرب الأوكرانية بأنها صراع أمم وليست صراع أوكرانية وأنهم يدن الصراع أثبتت بجدارة هذا الأمر الذي على أثر الأحداث كان بايدن يتحرك بنفسه في ظل زيارة كبيرة يقوم بها إلى كييف في زيارة وصفها الجميع بالمسرحية ولا سيما بأنها ظهرت في البداية كاستعراض لشجاعة بايدن في المرحلة ثم فضح الروس بأنهم أخذوا الإذن ثم بدأت التغذية العلمية حول قضية صفارات الإنذار لذلك في ظل نوع من الإرباك أو نوع من تعطش الغرب لأي زخم بطولي في ظل افتكر هذا الموضوع في ظل الأداء السياسي للروس الهادئ المتزن القوي بذات الوقت وأيضا الأداء العسكري الروسي في ميدان أوكرانيا وما نصفه حول روسيا لا يعبر عن ميل في سياق الحكم على هذه التصرفات بقدر ما هو الحكم الموضوعي لسيرورة هذه الأحداث في مجملها في قصائصها وليست في تقديرنا النسبي أو تقديرنا السياسي في هذا الحلقة لكن زيارة بايدن إلى أوكرانيا كانت لها دلالات ولكن عودته إلى بولندا وخطاب بولندا أيضا رغم أنه لم يقدم شيء عنه خطاب بوتين أيضا كان مغلق من حيث الكراءة التاريخية لجذور الأزمة الأوكرانية في الواقع وبأنها استباقية وبأنها دفاعية وخاطب الغرب لم يخاطب لم يذكر أوكرانيا ولم يذكر بايدن في مصطلح واحد في هذا الخطاب وبالتالي كان هناك من الخطاب كان عبارة عن رسائل ودلالات استثارت الخصان على القرار المجهول في أمريكا فجاء بايدن ليتحدث واجتمع مع دول أوروبا الشرقية بين كوسين وأمم السلافية لها إرثها السياسي الروسي والثقافي الروسي في تلك المنطقة هو دول حلف ورسو وتحدث بأن هذا الدول هي الخط الدفاعي الأول لحلف الناتو لكن بدأت هناك ملامح استراتيجية جديدة تحاول الولايات التاريخ الأمريكية أن تسوقها للغرب المنهك الذي لا يريد مواجهة مع روسيا في ظل موازين القوى الحقيقية وبدأت هناك فكرة استراتيجية تتحدث عن إمكانية إيجاد حرب أو الولايات التاريخ الأمريكية تريد أن تقول بأنه طبعا مع الدول الأنجلوس السكونية كبريطانيا وغيرها في الخلفية بأن يمكننا أن نخذ حرب عالمية مع الروس ولكنها مؤطرة وهذه الفكرة تأطير الحرب العالمية مع روسيا في ظل رفضهم لأن هزيمة أوكرانيا لا تعني الأوكرانيين بشيء ولا تعني أمريكا ولا يعني أوكرانيا شيء للوطن الأمريكية أو البريطانيا ولكنها تعني انهيار الهيمنة والتفرد الإنجلوس السكوني وهذا الشيء الذي لا يريدوه أو لم يتحملوا أو لم يستطيعوا أن يتخيلوا بأن هذا المعركة وهذه الدولة التي تم إعدادها على امتداد هذه العقود الأخيرة وعلى امتداد السنوات الأخيرة ستفشل هذا الفشل الدريع وبأن التكنولوجيا السلاح الروسي أو التكنيات السلاح الروسي وصلت إلى هذا الحد من القدرة التضامنية سواء في تفويت العقوبات الاقتصادية أو في إدارة المعركة الميدانية بهذا الشكل فكانت هناك فكرة جديدة يبدأ يسوق لها الأمريكان حاليا وهي من تحكم التوجهات ولكنها تحت الاختبار ليست فعلية في الواقع تحت الاختبار ولكنها تحمل الكثير جدا من الاختبار وهي كافية إشعال حرب عالمية مع الروس مؤطرة هذه الفكرة في الواقع يمكن أن نكتبها على الورق ولكن لا يمكن أن تنفذها أنت على الواقع لأنها تعتمد على فكرتين أساسيتين تتعارض أصلا مع طبيعة الواقع وتتعارض مع عدم قدرة روسيا على تفنيدهم أو عدم استثناء فهم أو ثلاث نقاط بمعنى صحة وليست نقطة هنا النقطة الأولى هي نقطة أن يتم تأطير الحرب وهذه هي الرؤية التي يحاول يسوقها الأمريكيين للدول الأوروبا الشرقية والدول الأوروبا الغربية التي لا يريدوا هذه الحرب باستثناء بريطانيا والدول الأنجلسسكونية لا يريدوا هذه الحرب لا من حيث لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا ولكن هذه الرؤية تقول بأنها سنؤثر الصراع أو إذا حدث حرب عالمية مع الروس سنؤثرها في خدد أنها لن تخرج من الحدود الأوكرانية وهذا يتنافى مع الأوراق الأمريكية أصلا التي يمكن أن تستخدمها لأن الأوراق التي تستخدمها والتي بدأت تستخدمها بالفعل هي خارج الجغرافيا الأوكرانية هذه النقطة النقطة الأخرى أيضا هو أن يتم تحديد هذه المعركة الدولية المقترحة أو دخول الحرب مع روسيا في ظل أن تصبح الحرب هذا حرب تقليدية ولا يمكن أن تصبح غير تقليدية أو نووية بمعنى صح ويعتبروا هذه النقطة بأنه نقطة أساسية وجوهرية وأنه سيتم استخدام الأسلحة بحيث الضغط أو توظيف نقطة معينة وهذا الأمر يتنافى يتنافى حتى مع قراءة بوتين لأنه روسيا من اللحظة التي ذهبت فيها إلى الدومباس أو إلى أوكرانيا كانت تعلم تماما بأنها ستواجه الغرب وبالتالي حركت الجاهزية النووية منذ اللحظة الأولى أو الثالثة النووية كما نذكر منذ الساعات الأولى لهذه العملية وهذا الإجراء لا يمكن أن يكون يتخذ ضد أوكرانيا أو حكومة كييف أو زلينسكي أو غيره ولكنه كانت تتخذت في ظل عقيدة العملية العسكرية والحرب الروسية في أوكرانيا بأنها مواجهة للغرب في الأساس وهذه النقطة أيضا لا يمكن اعتبادها أو القبول بها عمليا لأن روسيا أيضا لن تواجه 54 دولة في ظل وجود 15 ألف عقوبة في حرب وجودية دون أن يمكنها الدفاع عن وجودها من استخدام النووي ولهذا بوتين طلب منذ بدء المعركة برفع الجاهزية النووية ولحكها طبعا بإجراءات إدخال السلاح النووي لاستخدام القتالي وأخيرا أو في الثلاثة الشهر الأخيرة بدأت حطوات معينة لتحريك أسلحته النووية الاستراتيجية نجد أنه يحرك غواصة بالجرودة التي تحمل توربيدات بوسيدون أيضا الفرقاطات التي تحمل صواريخ زيريكون الفرد صوتية أيضا بمؤخرا أدخل صواريخ سمارت توها العابر القرارات والذي ينشطر إلى 14 مركبة انشطارية من صواريخ أفناجارد النووية السوبر فرد صوتية والذي يستحيل على الغرب رصدها أو صدها وهذا أحد الإجراءات وأخيرا في الإخطابة الأخيرة الذي قاله بوتين في الخطاب الذي في الدكرة الأولى يكافئ اتفاقية ستارت الثلاثة أو نيو ستارت كما تسمى وأيضا إعلانوا بأن الجاهزية النووية الروسية بلغت 91% وفكرة إعلان بوتين بأن الجاهزية النووية بوصلت إلى 91% تعني أو تترجم عمليا بأنه أصبحنا وجيكين جدا على الصدام النووي لأنه وصلنا إلى هذا المستوى من الجاهزية وبالتالي النقطة الثالثة في تسويق هذه الأشياء كانت منكمل الوطنة الأمريكية هي بأنه نستطيع أن نحقق هذه الحرب المؤطرة هذا ما يسوق الأمريكان حاليا لأوروبا الشرقية في ظل الأفكار لم تعد الوطنة الأمريكية في الحرب الأوكرانية تمتلك استراتيجيات عميقة يمكن الوقوف عليها ولكنها تحاول أن تعبك بكافة الأوراق لعله وعسى فالمحور الثالث في هذه الرؤية الأخيرة للاستراتيجيات الوطنة الأمريكية في بعد انتهاء أو زوال الفرصة من أوكرانيا بأنه يمكن توظيف والضغط على الصين في ضمان بكاء هذه الحرب تقليدية لأن الولايات الداخل الأمريكية تنظر بأن الصين تمتلك تحالف استراتيجي مع روسيا وتمتلك أيضا شراكة اقتصادية هامة جدا مع أوروبا وبالتالي يجب استغلال هذه النقطة التي فيها الصين حريصة على عدم اشتعال حرب عالمية في هذه المرحلة وكل الأطراف الغربية والوطنة الأمريكية ترى بأنه إذا اشتعلت حرب عالمية يجب تحييد الصين لأن الصين إذا كامت حرب عالمية ستكون في صف الحليفة الروسي إدلوجيا وسياسيا وتاريخيا وفي كافة المستوئات وفي ظل أيضا السياسة الأمريكية الغيرواكعية التي تحركت عاكب الحرب الأورانية وبالتالي هناك بعاد كثيرة للصين الصين في المقابل طبعا أدركت والجميع يدرك هذا النقطة بأن هناك ضغوط أوروبية لاحظنا مؤخرا زيارة ماكرون وزيارة تشولز ألمانيا وفرنسا إلى هناك كان هناك أسلوب معينة أو استراتيجية معينة في التعاطي مع الصين اللي هي الزيارات الأوروبية الكبيرة للصين التطمينية والتهديدة الواشنطن الأخيرة التي لاحظناها أنها تتم بصوت مرتفع على الصين ومن تهديدة بلينكين وغيرهم من التهديدة الأساسية التي تمت في خلال الأسبوعين الأخيرين ولاحظنا رد الصين الأخير الذي تم منذ قرابة الأسبوع بأنه لن نقبل أي توجيهات أو تعليمات أو تهديدات من قبل الواشنطن فيما يخص سياساتنا الدولية أو علاقاتنا الاستراتيجية مع روسيا بهذا الوضوح وبهذا الصراحة كان رد الصيني وأيضا كان هناك العديد من المواكف الصينية والزيارات الأخيرة الصين تعرف تماما الفكرة بصورة كاملة وكان هناك تصريح هام جدا في هذا المجال أحرج واشنطن كثيرا عندما قالت أنه على بايدن التوقف عن صب الزيت في النار وبأن يبحث عن فرص سلام في أوكرانيا وهذا تعتبر تصريحات قوية جدا تضرب مصداقية أو مدى جدارة السياسة الأمريكية أو حقيقة السياسة الأمريكية في إدارة الأزمة الأوكرانية ولكن الصين بالمقابل بدأت تتحدث من خلال مندوبها في الأمم المتحدة عن إيجاد خطة سلام وهذه الخطة التي حتى الآن يبدو بأنها استبق في يوم أمس الغرب برفضها أو بتميئها أو بالسخرية منها لأن الصين في ثقلها الاقتصادي وثقلها السياسي بدأت تتحدث عن خطة سلام في المنطقة ستعمل على موازنة ما بين عدم تحقيق أهداف الروسيا في هذا الحرب وعدم أيضا قسارتها وعدم تحقيق الغرب لأهدافهم في أوكرانيا وأيضا عدم انتهاء الدولة الأوكرانية أو ما لذلك ولكن كان هناك شيء على أثر في الواقع مشاركة الصين في مؤتمر ميونيخ للسلام كان هناك مبادئ وضعها الرئيس الصيني نفسه لإيجاد أسمها ست مبادئ أو 12 نقطة كما يسمون ولكن هي ست مبادئ في الواقع 12 نقطة للأمن العالمي الذي تحدثت الخارجية الصينية بأنها ستتم في ضوءها طرح هذه الخطة لكن هذا النقاط عندما نكف عليها سنجد بأنها تتحدث عن نقاط لا يريدها الغرب في الواقع يعني مثلا عندما تحدث أحد النقاط للمبادئ الأمن العالمي وفق رؤية الرئيس الصيني والذي كان هناك تحركات كبيرة أنه ينظر بأنه ضروري التمسك بمبادئ الأمن على أساس كامل وشامل ومستدام وبأنه يجب أن احترام كافة مطالبات الأمن للدول في العالم أجمع وهذا الأساس نقطة هامة جدا في التحول لأنه روسيا خاضت هذه الحرب تحت بعد مطالبات بضمانات أمنية وبعد شروط أمنية أيضا ضرورة التزام بمبادئ بحر وإحترام مبادئ السيادة الدول وعدم التدخل بسيادة الدول وبأنه لا يحق لأي دولة أن يتم تحقيق أمنها على حساب أمن أخرى ويجب بالاعتبار كافة المخاطر الحقيقية لأمن أي دولة كذلك الاحترام ميثاكة لأم المتحدة وبأن الدول مهما كانت قوية أو ضعيفة أو فقيرة أو غنية مهما كانت يجب أن تتعمتع بنفسها الكدر المساواة على هذا الأمن ويجب عدم اعتماد عقلية الحرب الباردة وعقلية الكتل وما لذلك في حل المنازعات والعودة إلى الحوار وما لذلك لكن في مضمون هذه التحولات نجد بأن هذه النقاط تطرح مسبكا فورد طرحها مزاولة الغرب أو اتجاه الغرب نحو إلغاء أو العمل على تميعها وكما قال بايدن يوم أمس بأنه كيف نوافق على خطة يصفق لها بوتين خلال زيارة وزير الخارجية ولم يصفق ولا شيء ولكن هناك نوع من التملص لأن الصين ستضع مبادرة سلام حقيقية عموما فرصة السلام الصينية هي الفرصة الأخيرة قبل اندلاع الحرب لكن مجريات ما حدث هناك هو ما سنقوله في الحلقة الأخيرة حول قضية بأنه عند اجتماع بايدن في بولندا تم تحريك وركة مالدوفا وتحريك قليم ترانسستيريا الذي تحدثنا عليه في مرحلة سابقة تقريبا في الشهر الرابع والخامس من هذه الأزمة وتحدثنا بأنها وركة محتملة اشتعلها في أي وقت من أوقات هذه المرحلة في حلقة تحدثنا فيها عن النبعات الجيوستراتيجية للصراع في أوكرانيا وهذه القضية سنناكشها في حلقة مستكلة في هذا البرنامج لنظرا لحساسيتها والظروفها ونظرا لما تملكه تحريك هذا الورقة من دلالاتها ما نستطيع من خلالها قراءة السياسة الأمريكية وقراءة أوروبا الشرقية بصورة كاملة طبعا بيلوروسيا تصرحت تصريحا جدا كانت أنه إذا لم يتم قراءة القطة السلام الصينية فسيكون هناك تصعيد جاد وهناك تحركات كبيرة من قبل بيلوروسيا وهناك تحركات في هذا الإقليم الذي يحادي جنوب أوكرانيا كل هذه التحركات ستكون لها إسقاطاتها على توجيه السراع والنزاع ولكن هل ستندلع هناك حرب مباشرة أو غير مباشرة هذا ما سنقوله ما يتبكى في هذه الحلقة هو دراسة الكثير من التفاعلات التي تهدد السلم التي تقود الأطراف الدولية نحو الرهانات الأساسية ما يهمنا في هذه الحلقة بأن نذكر بأن الرهان على دول أوروبا الشرقية ليس رهان حقيقي لأن هذه الدول تمتلك إرث سياسي وثكافي روسي ونفوذ روسي في الداخل وأيضا تبدو للسياسة الأمريكية لا تقف على أرضية صلبة في إكمال معركات أوكرانيا هذا ما أردنا أن نقوله في هذه الحلقة ولكن سنواصل في الحلقة القادمة لباكية النقاط الرحمة والخلود للزعيم على عبد الله صالح تحية الجمهورية اليمنية وإلى حلقة أكادمة بإذن الله اشتركوا في القناة